السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام في هذه الحلقة اليوم سوف أعلق على تصريحين لقناتين أوروبيتين بخصوص المنتخب المغربي في هذه الحلقة لن نتحدث على كيف وصل المنتخب إلى نصف النهاية ولن نتحدث على جميع المراحل التي مر منها المنتخب المغربي والأداء الباهر الذي قدمه هذا المنتخب لكن سوف أركز وأبين للجميع مدى العنصرية التي تعيش فيها أوروبا هذه العنصرية المترصخة في بعض بلدان أوروبا وليس فقط بلدان أوروبا فبلدان العالم لكن كما قلت سوف أركز على خبرين مهمين لهم علاقة بالمنتخب المغربي وسوف أبين من خلالهما العنصرية المتجدرة في بعض الأوروبيين والتي لا يمكن إخواني أخواتي إزاحتها ولو مئة سنة من الآن قبل الحديث على هذا الموضوع أريد أن أوجد تهنئة لجميع مشجعي المنتخب الأرجنطيني كما لاحظتم المنتخب الأرجنطيني يفوز بكأس العالم وشرحت لكم في فيديو سابق كيف توقعت شركة EA أو Electronics Arts أن الفائز في هذه السنة سوف يكون الأرجنطين يعني شخصيا بدون تعليق على هذه النقطة بالنسبة للخبرين التي لديني سوف أتحدث فيهما والمتعلقين بالمنتخب المغربي فالخبر الأول يعني هو تصريح في قناة دنمركية حيث تم تشبيه عناق اللاعبين المغاربة أو اللاعبين المغاربة بعد انتهاء أي مقابلة شاهدنا وشاهد العالم كيف يذهب بعض اللاعبين بينهم سوفيا البفال بينهم أشرف حكيمي لمعانقة أمهاتهم أو ربما الرقص معهن يعني تعبيرا عن الفرحة لكن مع كامل الأسف هذه القناة الدنمركية سوف تقوم بتشبيه عناق اللاعبين المغاربة مع أمهاتهم بالقروض يعني العناق الذي يقوم به سوفيا البفال مع أمه والعناق الذي يقوم به أشرف حكيمي مع أمه أو مدر مع زوجته والدته أو 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 فهذه القناة الدنمركية يعني شبهت هذا الأمر بالقروض وجاء هذا في برنامج على القناة الثانية الدنمركية حيث يظهر في المقطع مقدم الأخبار ممسكا صورة قروض أثناء حديثه على لاعبي المنتقب الوطني وكيف يعانقون أمهاتهم والتذكير فقط أن هذه القناة قد شتمت قبل أشهر يعني دولة قطر بسبب حقوق الإنسان بالطبع هذا التشبيه الذي قامت به هذا القناة ليس يعني جديدا كلنا نعلم كيف قبل سنوات كان هناك رصام دنمركي أطار ضجة برسوماته الموسيئة إلى النبي صلى الله عليه وسلم التعليقات جاءت يعني فورية من جميع أنحاء العالم حيث يعني بعض الناس أو بعض التعليقات كانت تقول كانت كأس العالم فرصة عديمة للأوروبيين لإظهار ما بداخلهم دون تمتيل أو تظاهر وهناك تعليق آخر يقول يا لها من طريقة تعلن للعالم أنك لست عنصريا حقيرا فحسب بل تكره أمهاتك أيضا هذه من بين التعليقات التي جمعتها بخصوص هذا الأمر فلاحظوا إخواني أخواتي يعني مدى العنصرية المتجدرة في المجتمع الأوروبي هذا قناة درماركية تشبه يعني العناق لعب المغاربة بالقرض الخبر الثاني يتعلق بقيام مدير تلفزيوني ألماني بمقارنة المنتخب المغربي مع تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يطلق عليه بداعش حيث أظهر هذا المدير صورة لتلاتة لعبي المنتخب المغربي بعد انتهاء المباراة حيث رفعوا أصابعهم والتي هي طريقة يعني يستعملها مليارين من المسلمين في جميع الحال العالم يعني كشكر لله أو للتسبيح أو غيرها من الأمور فكما قلت هذه القناة شبهت هؤلاء اللعب المغاربة أو طريقة رفع الأصبع السبابة بالدواج هناك كذلك جريدة يطلق عليها تاز وهي جريدة ألمانية والتي انتقدت كذلك المغاربة بسبب دعمهم لفلسطين ورفع العالم في كأس العالم يعني رفع العالم فلسطين في كأس العالم من طرف المغاربة بأنه عداء للسامية فهذين فقط خبرين لأوضح لكم من خلالهما كما قلت يعني تجدر العنصرية في المجتمع يعني الأوروبي فهناك قناة تقارن أو تشبه عناق لاعبين مع أمهاتهم بيعني القروض وهناك قناة تنتقد يعني لاعبين المغاربة لرفعهم السبابة وتشبههم بالدواج بالإضافة إلى هذه الجريدة الألمانية كما قلت والتي يعني وصفت المغاربة بأنهم أعداء للسامية لكن الكل يعلم أن طريقة رفع السبابة ربما هذه يعني محصولة على المسلمين لكن هناك العديد من اللاعبين الأوروبيين أو حتى أمريكا الجنوبية نلاحظهم حينما يقومون بتسجيل أهداف يقومون برفع أصابعهم إلى السماء ومبمينهم مثلا ليوميسي ليوميسي دائما حينما يسجل هدف تلاحظ أن الكاميرا حينما تركز عليه يرفع رأسه إلى السماء ويرفع أصبعه ولا أحد يعني صراحة انتقد هذا اللاعب أو انتقد عديد من اللاعبين المشهورين الذين يعبرون على فرحتهم أو ربما شكرهم للخالق لأنه ساعدان في مثلا تسجيل الهدف لكن لا أحد يعني وجه الانتقاد إلى هؤلاء اللاعبين لكم التعليق على هذا الموضوع شكرا لكم